مشاهدين أهلا بكم مرة أخرى مازال الحديث عن الملطاب الصيني الذي ربما قلب المحاولات الوليدة التي قام بها الرئيسان الأمريكي جو بايدن والصيني تي جين بينج لإدارة التوترات التي تهدد بالتصاعد إلى مواجهة وصرع لتنصب اليوم الرواية نوعا ما في صالح الصين إذ تواصل وكالات الاستخبارات الأمريكية لعمل بشكل دؤوب لمعرفة ملابسات دخول الملطاب الصينية إلى أجواء الولايات المتحدة مؤخرا قبل إسقاطه وسط مؤشرات متزايدة تعزز الرواية الصينية بشأن حرافه على نحو غير مقصود أو تجعلها واردة وغير مستبعدة على الأقل وفي أحدث تطور ذكرت وسائل أعلام أمريكية من بينها CNN أن مسؤولين مخابرات في الولايات المتحدة ينظرون بشكل جدي في احتمال أن لا يكون الملطاب قد دخل على نحو متعمد إلى أجواء الولايات المتحدة وتسبب الملطاب الصيني في أزمة تبلوماسية بين واشنطن وبيكين أدت إلى إلغاء زيارة كان وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين ينوي القيام بها إلى البلد الآسيوي لأجل بحث السبل التعارون ويوم الأربعاء الماضي أقر مسؤولون أمريكيون أنه من الوارد أن تكون رياح قوية وراء الحراف المنطاد الذي أكدت الصين مرارا أنه لم يدخل أجواء الولايات المتحدة بشكل متعمد وتشير هذه التقارير إلى أن الولايات المتحدة غير مقتلعة على نحو جازم حتى الآن بأن المنطاد الذي جرى إسقاطه قبالة ساحل كارولين الجنوبية قد قصد الأجواء الأمريكية لأجل غاية واضحة وهي التجسس ومن المنح نفسه كانت وكالات المخابرات إلى جانب الجيش الأمريكي على اطلاع بشأن المنطاد منذ أن تم إطلاقه من قاعدة في جزيرة هاينان على مقربة من الساحل الجنوبي للصين وكان المنطاد يتجه شرقا ثم دحول فجأة إلى الشمال وعقب ذلك طار على بعد آلاف الأميال من جزيرة جوام ثم انحرف إلى أجواء كندا حيث قابلته رياح شديدة يفترض أنها دفعته إلى الجنوب إلى أجواء الولايات المتحدة تحديدا وقال أيضا منصق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن وكالات الاستخبارات لن تستبعد أن تكون الأجسام الثلاثة للطائرة مملوكة لهيئات تجارية بعثية وغير مسخرة بنوايا سيئة ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي قوله إن عبور المنطاد الصيني لأجواء الولايات المتحدة شكل خرقا للسيادة الأمريكية مضيفا أن مساره فوق مواقع نووية حساسة في ولاية مونتانا لم يكن بالحدث العرضي ثم تمن يرى أن الأزمة الحالية ليست سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد لأن القلق الأمريكي لم يشعله المنطاد فقط بل ما يوصف بالصعود الصيني الكبير في مجال التقنيات وبحوط الفضاء وفي هذا الصدد قال المدير مكتب الاستخبارات البحرية الأمريكية مايكل ستودمن إن حادث المنطاد يجب أن يكون جرس انذار إزاء التهديدات الصينية المحدقة بالنظام الدولية وربما نستنتج من ذلك أن الصين لا تتدخر جهدا إزاء أي وسيلة تتيح لها التجسس على الولايات المتحدة مشاهدين الكرام مستمرون في طبطة إخبارية على مدار الساعة على شاشة تلفزيون اليوم السابع أشكر لكم طيبة المتابعة وهذه تحياتي صار إسماعيل وإلى اللقاء